الولايات المتحدة تشهد أعلى معدل تضخم منذ عام 1981 وفق تقرير لوزارة العمل في ظل تداعيات الحرب في أوكرانيا على الامدادات العالمية فأسعار المواد الاستهلاكية ارتفعت حسب التقرير بنسبة 1.2% في شهر مارس على أساس شهري و8.5% على مدار 12 شهرا المنتهية في مارس التضخم سيء خاصة بالنسبة للفقراء وسوف يرفعون معدلات الفائدة لمحاولة السيطر عليه لأنه يضر بالفقراء التضخم يؤثر على عائلتي لذا ارتفعت تكاليف الطعام لدينا بنسبة 40% على الأقل بالنسبة لي يمكن أن يكون ذلك مدمرا مؤشر البنزين وحده ارتفع بأكثر من 18% في مارس بعد ارتفاع 6.6% في فبراير وساهم بزيادة أسعار نصف المواد الباقية الحرب في أوكرانيا تؤثر على أسعار طاقة وأسعار المواد الغذائية والوباء له تأثير أيضا ونقص أشباه الموصلات يؤثر على أسعار السيارات المستعملة والجديدة ومع إعادة فتح الاقتصاد سترتفع أسعار تذاكر الطيران والفنادق وأسعار تأجير السيارات التضخم في الولايات المتحدة كان مرتفعا أصلا قبل الحرب في أوكرانيا بسبب تداعية جائحة كورونا لكن الإدارة الأمريكية تلقي باللوم على الرئيس الروسي بوتين ليبقى السؤال ما هي الإجراءات التي ستتخذها لخفض الأسعار الطريقة الوحيدة التي يمكنك عبرها التأكد من خفض الأسعار هي تقليل الطلب ويمكن لمجلس الاحتياطي الفيدرالي فعل ذلك عن طريق رفع أسعار الفائدة ما يجعل شراء أشياء مثل السيارات والمنازل أكثر تكلفة الخبير نفسه حذر من أن هكذا إجراءات قد تؤدي إلى ارتفاع احتمالات حدوث ركود اقتصادي في الولايات المتحدة رغم أنه يؤكد أن الاحتياطية الفيدرالية يرغب في تجنب هذا السيناريو محللون أمريكيون يرون أن ارتفاع معدل التضخم الحالي هو نتيجة تزامن عوامل عدة في إشارة إلى الحرب الروسية الأوكرانية والجائحة لكنهم يتوقعون أن يبدأ المعدل في الانخفاض خلال الأشهر القادمة حسين الطاود العربية واشنطن